أشير إلى أن الزميل حسين السيد في جنوب لبنان كان قد أفادنا قبل قليل بأن هناك عدد من المسيارات انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عدسة الميادين رصدت هذه المسيارات هذه صور خاصة للميادين وهي ترصد هذه المسيارات التي انطلقت من جبهة الإسناد اللبنانية باتجاه الجليل الغربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذن نتابع وإياكم هذه المشاهد الآن مباشرة ليست مباشرة عفوا التي رصدتها كاميرا الميادين لهذه المسيارات التي أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله باتجاه المواقع الإسرائيلية في الجليل الغربي إذن هذه المشاهد خاصة بالميادين مشاهدين رصدتها كاميرا الميادين في جبهة الإسناد اللبنانية لهذه المسيارات التي انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في شمال فلسطين المحتلة وبحسب ما أفادنا مراسل الميادين حسين السيد قبل قليل مشاهدين بأن هناك مجموعة من المسيارات قد انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الغربي وهذا أيضا ما تؤكده الوسائل الإعلام الإسرائيلية التي كانت قد أشارت بأن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي خوفا من دخول مسيارات من الأراضي اللبنانية إذن مشاهدين هذا المشهد يتكرر في جنوب لبنان في جبهة الإسناد اللبنانية حتى بات يشكل هاجس كبير ومصدر قلق قبير بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي الذي يعلن عبر إعلامه بأن المسيارات من جنوب لبنان حتى هذه اللحظة ليس لها أي حل بالرغم من المحاولات كما يقولون لتحسين وتطوير الدفاعات الجوية الإسرائيلية من أجل التصدي لهذه المسيارات إلا أن المقاومة الإسلامية في لبنان برعت خلال هذه المواجهة بإطلاق هذه المسيارات التي نرصد إحداها وهي تعبر باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا شمال فلسطين المحتلة بشكل محدد أكثر في الجليل الغربي باتجاه مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي